السلام عليكم ورحمة الله أنا اليوم في مزرعة في مثلث رجال المعن واستغربت عندهم تمر بشكل مرعب مزرعة فيها بط فيها حمام فيها دجاج فيها أرانب فيها منغو من أعجب ما ترى فيها جوافة فيها توت فيها سبحان الله العظيم كل شي فيها صالح وناجح شوف حتى بعض النخلات عندهم 250 نخلة فيها محمل يمكن 20 عذق بسم الله ما شاء الله أنا اكتشفت إنه لو في عناية من الزراعة تعطي تعليمات كويسة للشباب يا رجل ينتجون هذه 250 نخلة تخيل في موقع بسيط نمر الآن على المانغو نمر على الجوافة على التين على التوت على كل الأشجار اللي ما تتخيلونها موجودة في هذه المزرعة الصغيرة البرتقال ما شاء الله من أجود أنواع البرتقال أشجار مرعبة عدد الهايل حتى جايبها جن بعض يمكن خبرة ما عنده لكن سبحان الله العظيم كل شي ناجح بمعنى الكلمة كل شي ناجح سبحان الله العظيم الغابة اللي كونوها ماوي ما هو حاطين يعني شوف ضخامة الحبة وكيماوي ما فيه حتى اللوز البجري موجود فيها اليوسف فندي انتهى موسمه تقريبا بتلسة الغابة دي ما شاء الله العنب العنب مرفعين هنا والجوافة برضو ناجحة ما شاء الله حتى الزيتون سبحان الله العظيم حتى الزيتون ما شاء الله أنا من عشاق الجوافة يعني هذه كلها كتب عليها النهاية بسم الله ما شاء الله القصب القصب واشاء الله المورينغا الحمضيات في الجهة شوفوا له هناك المانغو ما المانغو بروح لهذا الحين لانه من عشاقه لابل لازم ابلوا هنا معها هذا المانغو اشكال وانواع والوان ما يتخيلها عقل وسبحان الله العظيم عجيب هذا الشجر ما شاء الله العنب رود على ما قالوا العنب رود الضرق هذا اللي يسمونه الحبش الهندي هذا ان شاء الله ان شاء الله يرفعونها عشان لا تتكسر من كثر التحميل من الفواكه وننزل من تحتها ممرات عجيبة جماعة الخير غابة في هذا المنطقة من اشجار منتجة شبك الطاح حتى من الشجر من كثر ونجاح وصلاح الزراعة في هذا المكان سبحان الله العظيم الحمضيات الفراو التوت حتى ما في ناس ياخذونه شوف كله مرمى في الأرض كله مرمى في الأرض مع أن بره في غبار في هوا غير عادي دخل مزرعة كل شي طبيعي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انتاج هايل يا جماعة يا أحمد كوشكروف مرمي والله مرمي على الأرض 300 في 200 بس تحمل تريلات 300 متر في 200 متر بس لا حلقة ما شاء الله حتى جايب جراشة يحط فيها الشعير ويحط فيها الخبز ويكسر ويعنده مشروع دجاج وعنده مشروع غنم وعنده مشروع عجول يستفيد من هذا الجراشة فيه ويحط الأشجار ويحطي شي فيها ويفرم ما شاء الله حتى الوضوء في الحوض هذا أروع منه ما في كل شي طبيعي تتوضى وتصلي في موية تحس فيها تراب كنت مما خلقت منه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا مهوس بالمزارع بسم الله ما شاء الله الله ما شاء الله وديتنا ما أحلاها ثلث الرجال الآن ثلث الرجال ثلث الرجال